بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين في البداية أقول دائما أن تطرف لا دين له وتطرف لا يمت إلى الدين الإسلامي بصلاة فالدين الإسلامي هو دين الرأفة ودين الرحمة ودين التسامح وهذا البلد منذ أن انطلقت وأطلق صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني حفظه الله تعالى ورعى رسالة عمان عام 2004 كان التحذير واضح للعالم أجمع من مسألة التطرف ومسألة الغلو في الدين وما تؤدي إليه الأسف من نتائج كارثية رأيناها عدة مرات في بلدنا المبارك وليست للأسف المرة الأولى التي نحن في هذا البلد نعاني من نار الإرهاب ونار التطرف القائم للأسف على التطرف والذين بنى على غلو عجيب وتشدد وتنطع في دين الله عز وجل للأسف هؤلاء المتطرفين استخدموا آيات الله عز وجل استخدموا آيات القرآن الكريم استخدموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أعناقها حرفوها فهموها فهما خاطئا سيد النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء عندما قال يخرجوا في آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام صغار الأسنان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقولون من خير قول البرية تذكر قول الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما تحدث وقال كقولهم لا حكم إلا لله باختصار سيد النبي حذر من هؤلاء الخوارج كانوا عبئ على الأمة الإسلامية في السابق هؤلاء اليوم خوارج العصر نعاني منهم جميعا رأينا ما جرى في بلدنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ويتقبل شهداءنا شهداء الأمن العام وسبقهم كوكب من الشهداء على هذا الثرى الطيب المبارك ارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى ونسأل الله مرة ثانية وثالثة ومرات عديدة أن يتقبلهم في الشهداء وتألمنا كثيرا لفقدهم حتى الشهداء سيد النبي صلى الله عليه وسلم تألم لفقد عم حمزة وكان من أحب الناس إليه وهو سيد الشهداء ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم تألم كثيرا لفقد عم حمزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم لكن إذا عدنا إلى موضوع التطرف والإرهاب اليوم هذه مسؤولية علينا جميعا مواجهة هذا الفكر نحن في وزارة الأوقاف نعمل من خلال برامج من خلال خطبة الجمعة من خلال ما نقدمه دائما على مواجهة هذا الفكر ومحاربة هذا الفكر الأسف ودعني أنوه إلى بعض القضايا عندما تكون بعض خطب الجمعة يعني ربما في وزارة الأوقاف نجد ألما ونجد نقدا كبيرا من بعض الإخوة عندما نحذر بشكل واضح من التطرف والعنف والإرهاب الذي لا يوجد مبرر له الإنسان إذا أراد أن يعبر عن رأيه أو أراد مسألة معينة لا يعني أن نفسح المجال لخلايا نائمة ولمتطرفين يعملون على سفك الدماء نحن قد نتفق قد نختلف في كل الأحوال لكن هناك قضية أساسية يجب أن نتفق عليها جميعا وهي أمن الوطن واستقراره وهذا مسؤوليتنا جميعا مسؤولية كل إنسان يعيش على هذا الثرى الطيب المبارك وهذا تأصيل شرعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعيته وأنا اسمح لي أقول قضية ترى في ناس وقلت قبل هذا وربما انتقدنا البعض في ناس متطرف بفعله بأقواله لكن هناك ناس ساهم بالتطرف حتى بلسانه للأسف وبما قاله بتصرفاته وهنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعانى على قتل امرئ المسلم ولو بشطر كلمة لقي الله تعالى وهو مكتوب بين عينيه آيوس من رحمة الله تعالى يوم القيامة مسؤولية علينا جميعا على كل واحد منها مواجهة التطرف مواجهة العنف مواجهة أفعال المتطرفين عدم السماح لهؤلاء المتطرفين أم يبقوا في مجتمعنا يعيثون في الأرض فسادا وأن يندسوا بيننا وأن يكونوا قنابل موقوتة في كل حادث للأسف ليخوضوا في سفك الدماء والقتل والاعتداء على رجال الأمن العام وجنود هذا الوطن الطيب المبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا والمؤمن لا يزال في فسعة من دينه ما لم يصب دما حراما الإنسان الذي يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر لا يعمل على سفك الدماء ولا على رفع السلاح في وجه أبناء وطنه لسيما الذين في القوات المسلحة في الأجهزة الأمنية يعملون على حفظ الأمن ويعملون على الجهاد في سبيل الله في أن ينام كل إنسان آمن مطمئن في بيته ومنزله نحفظ يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جيشنا وأن يرحم شهدائنا وأن يحفظ أجهزتنا الأمنية وأن يحفظ قيادتنا الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني من حسين حفظه الله تعالى ورعى وبرك الله فيكم شكرا يحفظive الله ع Stageك ليس 중국 قيادتنا اشتركوا في القناة